الانتاج الحربي انتاج الحربي تصنع ديف ريزر وتلاجة مصرية 100% ربما يطرح من اليوم او بكرة في الاسواق اسعار نقدر نتكلم ارخص شوية من اللي زيها ولكن اللي عجبني في الموضوع ان انت بدأت كانتاج حربي عملت التكيف بتعمل النهاردة التلاجة ديف ريزر بتعمل مش عارف ايه كل حاجات كتيرة جدا بتتعمل هذه الايام المنتج المحلي احنا مش منتكلم عايزين نشجع المنتج المصري اهو ده منتج مصري لا مثيل ليه على الاطلاق المستوى الصناعة لما تشوف دلوقتي التصنيع ده المصنع ده خط الانتاج ويمكن اول حد اول كاميرا تدخل داخل هذا المصنع 360 عشان خط الانتاج ندخل نصور تجميع والتصبيط والتصنيع ومين اللي عاملوا المصريين شباب مصر اللي انا بحييهم مصنع 360 واسم الديف ريزر والتلاجة حلوان 360 هتلاقوها صنعة في مصر اياد المصرية انا بقول لكم على يعني بنتكلم على خبر محترم التمن تقريبا مش عارف 6300 ديف ريزر التلاجة هتكون ارخص من كده بشوية وده بالاسعار الاخرى اقل يمكن 2000 2500 حاجة كده 2500 باسعار كتير ادي الخط الانتاج تابعوا لو سمحتوا تابعوا خط الانتاج واحدة واحدة كده مين اللي بيعمل ده المصريين فيش ولق اجنبي مصانع بتاعتنا فنينا مهندسنا الجودة بتاعتنا احنا اللي بنشوف الجودة الجودة بتاعتنا قدي ايه وتصميمها ازاي اليمين كل حاجة مراحل الانتاج بالكامل خط بالكامل من اول ما بيبدأ اهو قدام حضراتكم لحد ما نشوف التلاجة ولا ديف ريزر قدامنا رايح يتوزع للموزعين وحضراتك تروح بتشتري وتبص وتتفرج عندهم تقريبا ثلاثة اربع اماكن في القاهرة وفي مش عارف في الجيل فين كذا اما كان طنطة واسكندرية عدد من المعارض بقول لكم صناعة مصرية مية في المية لو انا بشجع المنتج المصري اهدي منتج مصري اللي بيعملوا مين اخواتك واهلك وولادك ورجالتك اللي في الانتاج الحربي بيعملوا الكلام ده مصنع تلتمية وستين لعمل قبل كده تكييف ومنتظرين ويعمل كمان حاجات كويسة لحد ما اشوف نفسي اشوفها عربية مصرية كده مية في المية زي اشوفها كده وهي بتتعمل كده يبقى قدامنا بنصورها مش مجرد لا قدامنا هو تصوير النهاردة كلام ده الصبح اهدي خط الانتاج اللي بينتج اللي بنتكلم على تلاجة بنتكلم على دي فريزة بنتكلم على مش عارف بوتجاز بنتكلم على تكييف بنتكلم على لسه حاجات تانية هاي قريبا وعايز اقول لكم بيتعاملوا يعني خبرات محترمة جدا شركات عالمية مدية طبعا خلوا بالكو لما بيعمل منتج زي كده لازم منتج مش مصري بس لانه هيصدر مش انا بعمله للسوق المحلي لا وللتصدير كمان خلوا بالكو لما بيعمل لانه بيزوده كمان دلوقتي الانتاج بيبقاش عادة بيزوده حجم الانتاج اللي تغطية السوق المحلي وللتصدير وده بيكون بالنسبة لنا مهم جدا خلينا نشوف كمان شكل النهائي للمنتج قدام حضرتك اهو ده الشكل النهائي اللي هو يخرج من هنا رايح فين رايح للموزع حضرتك اهو سبعة دراج بص سبع أرفف قدام حضرتك اهو حتى في رفين صغيرين فوق هتلاقيهم اللي هو بيحط فيهم ايه التالج اخر رفين اهو عد كده شوف المساحة قديه خمسين سنتي الدرج ده طوله خمسين سنتي اللي اتفاعه تمنتاشر وعشرين ومش عارف تلاتة واحد وعشرين اهو دي فريزر لقدام حضرتكو دي فريزر فشايفين اهو سبعة دراج قدامنا نشوف جوه قدي ايه اهو زي بقول طبعا تقدر حيك لما بتشوف اهو صناعة مصرية مية في المية بفرح انا بشوف وادي الناس راحين يتفرجوا وبيشوفوا هنا اللي بي المية عشان التالج يطلع مش عارف مكعبات مجمدة ستلاف تلتمية وخمسين جنيه تمنها ستلاف تلتمية وخمسين جنيه دي فريزر التلاجة هتكون ارخص من كده دي فريزر عادة بيبقى غالي وعندك اهو مش عارف الغسلات وعندها هيعملوا غسلات في الاوتوماتيك بيعملوا مش عارف كذا نوع منها عندك البتجازات وليهم خبرة كبيرة جدا في المتجازات بتاع المصانع الحربية مش عارف المرة يعملوا الكلام ده ولكن الجديد النهاردة بعمل بدل منها طول الوقت بستورد ما احنا بنقول نوقف للسرات شوية طيب يبقى مين اللي يعمل المصانع المصرية بتعمل بسعر معقول جدا ارخص من السعر الشركات اخرى الشركات اخرى منتج اخر بيبقى اعتقد يعني فيه سبعة وشوية تمانية وشوية ده قدام حضراتكوه في الصورة النهائية وده الشكل النهائي لأول مرة بيتعرض هذا الكلام عشان نقوم بنتكلم على منتجات مصرية مية في المية شجع المنتج المصري ودائما نقول هذا الموضوع نشجع المنتج المصري يلا يا مصريين شجعوا منتج بلدكو بدل ما احنا واجعين قلبنا دولارات كتير كفاية بقى والنهاردة البنك المركزي بيقول انه خلال اقل من شهر ثلاثة اسابيع منتكلم ثلاثة مليار دولار دخلت السوق المصرفية البنوك ثلاثة مليار عارفين ثلاثة مليار دول ايه من البيوت من البيوت ايوة دخل ثلاثة مليار دولار من البيوت للبنوك من ساعة محررة سعر الصرف فبقى النهاردة بـ 18 تقريبا الربع تقريبا وصل في بعض بنوك النهار 18 الربعة في 17 سبعين يعني في 17 وربع يعني كل بنك حسب الإقبال اللي عنده بيدي هذه الأرقام بنتكلم على الأرقام كبيرة جدا 3 مليار دولار دخلت البنوك المصرية بنوك الموجودة في مصر خلال 3 أسابيع من يوم تحرير سعر الصرف اشتركوا في القناة